اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويقوموا بكم ويقوموا بكم ويقوموا بكم ويقوموا بكم ويقوموا بكم ويقوموا بكم في الفيديو عن الساكن الساكن كيف رغم أن بعض الأخوات يقول لي ليس كيف يقولون بل قليل ما هي الصعيب؟ على الصعيب لأن أي ساكن في الموقع التي تسكن يطلب منك دوسة اما تسكن عند شخص اما تسكن عند اجتماعي اما تسكن عند اجتماعي ضروري عندك دوسة لكن عندما كانت الشروط مطلوبة كاملة بالنسبة لي انا لم أجدتها مشكلة بصراحة والله العظيم لم أجدتها مشكلة لذا كانت تعذب منك ويقوموا بالنسبة للساكن ويقوموا بالنسبة للساكن ويقوموا بالنسبة لي أنا دفعت الدوسة في شهر ونص شهر ونص أنا أدوج وعطونا الضار الضيور يتبنوا جديدين نحن هذا أول ما دخلنا لهم أرابة قمت لهم أرابة قمت لهم أرابة ضريبة أو ضخل العام أرابة أرابة كلهم قمت لكم لأن تكون صالغة في ثلاثة وزيدة عليه لأنك هناك ضرائب ومصارب وإشارة ومسائل لكن الأبناء تكون المسألة قليلا مرخفة لأنك تكون مساعدة متاع الدولة بالنسبة للناس الذين لديهم من الدولة يجب أن تكون المسألة قليلا مهمة لأنهم لا يهمل وإذا كنت تسمعون أحد أخر توقلوا على الله وضعوا الطوصة لكم سيرو اللاميغي كنت أخذوا مننا لاليس نتعلي بيوغ اللي عندهم من الأصحاب العقارات حترة بزاف أراهم ما غادين أعطوكم أقول لهم بغينا لاليس نتعلي بيوغ اللي بيوغ صوصيو أراهم ما غادين نعطوكم هادو كسميتهم لاليس انتم ما شوفوا كتبونيهم كاملين واللي يجعبوكم سيرو عندهم أشعة تخسر ماشي أنا متن غادين نسمع غرب وحدة غادين نكتب ليها الله هادك لاليس كلهم نقلب على الضغيس ديانهم ونكتب ليهم كتبوا ليهم كاملين وذك الشي اللي يطلبوه منكم صيف طولهم وورا ما يكون إلى الخير إن شاء الله هاده من جهة أما من جهة أخرى هادي نتكلم لكم عن العامل الله لا لا تصدقوني لا تصدقوني انا في الشخويس باريز بكيت والله العادي محتى بكيت هلاش بكيت قلت ويلي خلصت بلاص الخدمة وغاد الواحد المدينة ما فيها خدمة هذا هو الفكرة اللي كانت عندي أخوتي ها شنو اللي خرجنانا باريز رقلتها لكم عسيه اتكلم سمعكم عليها وهو ساكن غالي بزافو الضيق هذا هو ولي خلاني أنا نخوي باريز ها هنا يا عندك الساكن زوين مريح والثامن مناسب أما من ناحية الماعيشة أخوتي را كدب عليكم الكداب يقول لكم كين شي فرق ودابا الغلال الماعيشة رغالي على كل شي على أي المؤرجع الموضوع ديالي هو الخدمة في مدينة تولوز الناس اللي بغاوا يخدمون الناس اللي بغاوا يسكنوا تولوز يخدمون تولوز فيها الخدمة ولكن كنت نقول لكم دائما في الفيديو ديالي يكون عندكم ثلاثة الحويش فرنسا كاملة مشيعة تولوز تكون عندك الصنعة و تكون عندك اللغة و يكون عندك البرمي حتى لما كانت لديك مثلا البرمي تكون عندك الحرفة و يكون عندك اللغة مثلا لقد بدأنا خدمة بلا بيرمي ولكن لدي اللغة وحرفة الالتي البرمي مهم بزاف حيث كان ينشيخ دامي اللي يطلبو انك الديبلاسة وهذا يكون كثير بزاف وصيرتوك تكون واحد تهمني كي بدأو في التوقيت تهمك يكون شوية اما الخمسة و يستطيع الصباح كي بدأو هذا الشاش كي يطلبو البرمي وحاجة واحدة اخوذوها مني كان نصيحة بغيت تخدمها اختي بغيت تخدمها اخويا لا تعاولوش على بلون بول سوف يخدمكم او لانترنت سوف تلقوا فيها خدمة لانترنت يقدر طلع لك الظهر واحد المرة ماشي دائما ولكن اللي بغيت تخدم هذه النصيحة اللي سوف ينصحكم بها وجدوا معكم السيفي دارو يكون عندك سيفي والتي تخدمه موتيفاسيو هذا كسير موتيفاسيو دارو منه فوتوكوبي دارو في ساكر نوضه في الصباح و توكله على الله وفي المابلية اللي بغيت نخدم نحط الدوسي نحط السيفي دي اللي ندخله ندق ندق ماشي مدى نكتب ندق على الأبواب تقول كل اللي بغيت تدير بي خاصه يفقله بكري عرف الصباح يتفارقه الأرزاق النوض انا كان هدية طريقتي باش خدمتين ايا ماشيت لتلت الانترنت ماشيت كان بقى نقلب فين ما كتبالي شي بلاسة انا بغن نخدم فيها ندخل عندهم ماشي 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 لك الله بونجو بونجو بغيت ندفع الطالب ديلي عندكم ندخلتهم من عندك تسنة و اكيد سنعطون لكم ارى مني كتدفعوا الطالب ديليكم بيديكم ارى كي يجيكم الرد دروري سنعطيكم الرد اما لمقيت كتنة جواب بغن تطمع ملكم ما غادي نتخدمه هذي اخذوها مني كناصيحة و عند جريبة وتوقلوا الله راكينا الخدمة في مدينة تولوس انا ركن كي سحابيتي انا غير بارز لي في الخدمة ولكن اخوتي تاة تولوس رأى فيها الخدمة غير تكون عندكم تصنيعوا و شوية اللغة تكلموا تكلموا و ارى كتبار ما عندك هذا هو المهم واحد النقطة قرنزية ما تكلمت لكم عليها ركاين اسميتوا كالخدامة اللى كيتلبو فيهم الديبلوم و كالخدامة اللى بلاديبلوم انا اول خدمة كنت خدمتها في هنا فجيت الفرنسا غادي نعود لكم على المدينة اللى كنت فيها دبا نقول لكم و كنو كيت فيها و كنو خدمت فيها اول خدمة ااه انا كنو عندي ديبلومات ديال ولي جايبهم معي فاستخدمة الثوائع تخرجي وفيها الثامن بالنسبة للرجال كين الفلاحة الفلاحة لا يطلبون فلاحة كان عرفوا الخدمة الثامنة لا يوجد فلاحة كانت أخيتي كنت أقول لكم غدا إيمان توقلوا على الله وربما يخيب حتى شخص فضانه نتمنى أن هذا الفيديو يكون أعجبكم وستفدتم منه بعدها لأن الاستفادة يكون الاعجاب أن تكون سفتوا منه وتحاولوا أنكم إلى تطبقوا هذا الشيء الذي قلت لكم فيه غير ديروا هذه النوقات التي تكلمتكم عليها ولا تقدي تلقوا الخدمة غير ما تعقدوش وما تنعسوش البس برديلتك وجري وتوقّل على الله سبحانه وتعالى وما تنسوا من إسم البغتاج ومالي لايك باش الفائدة تعمل جميع نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في فيديو واحدة أخر وإلى شل الله أي حاجة قلت لكم جربتها وأي حاجة كنشوفها واقعية قدامرة ما نبخلش لكم بالمعلومات اللي أنتم مبغيتون أنا رانا الإشارة ديكم والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم